النهاردة تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البولغاري رومن راديف وتناول الأوضاع بشرق الأوسط وقطاع غزة استعرض الرئيس السيسي مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية مؤكدا ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري كما أوضح أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بما يدعم مصار السلام في المنطقة وحل الدولتين محذرا من أن استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليميا وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة وقد ثمن الرئيس البلغري من جانبه الجهود المصرية للتحديئة في المنطقة ودور مصر الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية وأكدا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس بهدف المساهمة في استعادة الأمن والسلم بالمنطقة اشتركوا في القناة